نباتاتك ستبقى دائما تذبل وتضعف نعم أعرف أنك تستمد وتروي بانتظام لكن كل هذا لا ينفع لوحده ما دمت تزرع في تربة سيئة أغلب من يشاهد هذه الحلقة من البلاد العربية بلادنا العربية تربتها قاعدية وأغلب النباتات تنمو في تربة متعادلة أو مائلة للحموضة فما هو الحل لجعل تربتنا متعادلة وبالتالي تكون مناسبة لزراعة أغلب النباتات قبل ذلك حتى وإن لم تفهم معنى هذه المصطلحات كالقاعدية والحمدية فهذا أصدقائي لا يهم ما يهمنا هو أن تعرف أن تربتك تحتاج لخفض حمديتها بأشياء ومواد أحضرت لكم منها خمسة وهي التي تشاهدون الآن هذه المواد الخمسة لا بد أن تضيفها للتربة لتجعل جدر النبتة قادر على امتصاص المغديات من التربة والبداية بالسماد الحيواني للنباتات الخارجية لذلك فإن خلط التربة مرة في السنة بالسماد الحيواني كافية لخفض الحمدية وأيضا لتحسين التصريف والتهوية ثاني إضافة وهي الكبريت رخيص الثمن لكنه يستغرق وقتا وأشهر حتى يعطي النتيجة المرجوة لذلك قد يكون حمد السيتريك أو ملح الليمون وهو الحل رقم ثلاثة في لائحة اليوم ملح الليمون ملعقة صغيرة مع لتر ماء ستخلصك من مشاكل القاعدية أي أنك لن ترى أبدا مشكلة توقف نمو النبات والسيقان الفرعية هو تأخر الإزهار الحل الرابع وهو الكمبوست النباتي الذي تصنعه في بيتك ولن ترى أبدا مشكلة احتراق حواف الأوراق ومشاكل الزراعة في التربة القاعدية الحل الخامس والأخير وهو هذا المسحوق الأخضر كبريتات الحديد متوفر في الصيدليات الزراعية وهو مناسب للتربة الطينية الثقيلة 40 جرام لكل متر مربع بشرط أن تخلطه مع ماء أيضا متعادل الحموضة أصدقائي كبريتات الأليمنيوم أيضا حل دودة الأرض أوراق البلوت نشارة خشب السنوبر هذه أصدقائي كلها إضافات تخفض حمدية التربة وسترى بعد استعمالها طبعا مع المداومة للتسميد المعتاد سترى تحسن جد جد كبير في نمو نباتاتك وبالأخص إذا استعملتم المركبات العضوية كالكمبوست ورغوط الماشية لأننا سندرب عصورا بحجر واحد خفض حمدية التربة وتانيا كتسميد لزيادة العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات ما هو البلد العربي الذي تتمنى زيارته واكتب لنا اسم بلدك مثلا أنا مغربي أتمنى زيارة سلطنة عمان وهكذا هيا اكتبوا لنا في تعليق اسم هذا البلد وإلى الملتقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة